في المال عكر واستغلال الظرف في الحالي في ابنة تونس لمزيد طوريتها في قضية نعتبرها جريمة في حق كل المغرب العربي الكبير لأن الموقف في الجزائر نعتبره مخزي من قضية الصحراء المغربية وتدخل في الشأن المغربي في ابني الداخلي وسعي لتقسيم الدولة المغربية هو اللي عطل قطار التنمية وعطل قطار النهضة في المنطقة فمكي بتاعنا وعطل كل المشاريع الوحدوية بين ضفراين فيها اللي تدمج المشاريع اللي تدمج الأرشتر إيطاليا الجزائر وحديث على دعم الاستقرار في تونس ما هي الخطوات المطلوبة في ظل غياب أي وضوح في علاقة بهذا الملف ملف ما هو مطلوب الإيطاليين طلبوا من الإخوة في الجزائر بالضبط شنوه الإخوة في الجزائر رؤيتهم للاستقرار في تونس الرئيس عباجي التابون سبق وصرح أن تورس تتعرض لمؤامرة وأنه يدعم الدولة التونسية ممثلة في شخص رئيس المتخب الرئيس قيس سعيد الاستجلاء للأراء من وجهة نظر جزائرية قبل ما نعطيكم أنتم للتعليق والتحليل معايا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية الكاتب والباحث في العلوم السياسية الأستاذ عمار سيغة أستاذ عمار مساء الأنوار مساء الأنوار تحية طيبة لكم وربنا المبارك لكل الشعب التونسي ولكل ضيوف الكرام نعم مستاذ عمار أكيد تتابع هذه الحركية هذا ماراتون التصريحات بخصوص الوضع في تونس وحضور التصريحات الجزائرية كان لافت سواء من خلال كلام الرئيس عبد مجيد تابون أو من خلال هذا التبادل في مستوى الآراء في مستوى التنسيق خاصة بين إيطاليا والجزائر بخصوص تونس ما معطياتكم ما المعلومات ما الذي يحصل هل لديك تفصيل أكثر أن المرادية تبنى مقاربة المؤامرة الموجودة على تونس كيف ينظر في الجزائر للوضع التونسي بالضبط بطبيعة الأمر فتشابك العلاقات بين تونس والجزائر ذو خلفية حضارية وخلفية تاريخية الجزائر طالما نظرت إلى جراح لها بعين الاهتمام والتشاركية في كل القضايا هذا الشأن المتبادل منها السياسة الاقتصادية وحتى الأمنية وبخصوص ربما السياسة التي تمت إطارته مؤخرا فيما يتعلق بزياد الاهتمام أو بالشأن السياسي أو الاقتصادي في تونس وبالنسبة للجزائر كجارة وكشقيقة بالنسبة لتونس تولي اهتماما بالغا وقد تجل ذلك مخيلان الخطاب الرسمي للسيد رئيس الجمهورية الذي طالما تحدثها باهتماما بالغا وربما بنوع من العاطفية تجاه تونس وما يحدث في تونس وفي هذا دافع ورافع عن كل ما يمكن أن يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية بتونس وشدد على احترام حدود السيادة التونسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس ذات إلى ذلك هو رغبة الجزائر في مرافقة الشقيقة تونس في تجاوز محنتها خاصة الاقتصادية وقد تجل ذلك محنت تنسيق إضافة جزائرية في هذا السيقل نعتقد أن التنسيق هو ذو خلفية اقتصادية بحثة تنموية فإيطاليا من مصلحتها أن تحدى من ظاهر الهجرة غير الشرعية ومن توافد قوارب الهجرة غير الشرعية وذلك بتبني مقاربة تنموية لكي أن ترفع ربما الضغط الاقتصادي على كهل شعوب المنطقة الشامعة الأفريقية والمغرب العربي بالخصوص سيد عمار مرحبا معك نجيب تزيلي مرحبا سيد عمار الرئيس على المجد تابون في حوار الجزيرة قال لي تونس تعرض المؤابرة وفي المطلعين على الشأن التونسي يقول لك اللي قبل اللقافات اللي صارت في تونس صار هاتف بين الرئيس على المجد تابون والرئيس التونسي دين تقريبا 45 دقيقة وليما كنتم مهتمين بالشأن اللحب نعرف المؤامرة من شكون الجهة الجهة الدولية ما هو الشعور في الجزائر يعني يعني الرئيس لم يكتفي بقصة تدخل في الشؤون الداخلية في تونس تحدث عن مؤامرة الشعور في الجزائر يميل لأي كثة لأنه الرئيس لمحق أيضا قصة أراده وكأنه أراد أن يقحم المغرب في العملية لأنه قال بدأت هذه المؤامرة تتوضح منذ استقبال الرئيس التونسي لزعيم الجبهة الصحراوية زعيم الجمهورية الصحراوية يعني الشعور في الجزائر يميل لأي تحليل أو بقارب بخصوص المؤامرة لأنه عمار في تونس يفمش كون يقول لك مؤامرة فرنسي وفمش كون يقول لك مؤامرة من المغرب الرئيس على المجد تابون في تقديراتكم يقصد فرنسا أو المغرب كون يتأمر على تونس لبشيطيح البلد هذه لمصالح دولة أخرى هو كي نكون أكثر وضوحا هو ربما هذا الأمر المتعلق بالمؤامرة قد بدأ وطفها للسطح منذ استقبال رئيس قيس سعيد لزعيم جبهة بوليفاري وإبراهيم غاد وبالتالي فإن صريحات السيد رئيس الجمهورية ربما جاءت نتيجة تحركات مشبوهة لنظام المكسفن في الشأن الداخلي في تونس ربما حتى يحريك بعض الأطراف التي نعبت نوعا ما في توطير الشاحة السياسية في تونس وهذا بشان كذلك أن يزيد من قلق الجزائر لما وأن أمن تونس هو من أمن الجزائر وفي ذات سياحة لوبيات فرنسية كذلك تعبت في الشأن الداخلي في تونس والجزائر تدرك تمام الإدراك لماذا؟ لأن سبق وأن اكتوينا بنار الإخبارات والمخابرات الفرنسية واللوبيات الفرنسية التي طالما عبثت بالجانب الأمني خاصة في الجزائر وحتى الجانب الاقتصادي والسياسي فيها وفي ذات السياحة الرئيس كذلك يقصد بشكل أو بآخر حتى المؤامرة الاقتصادية لتوفيات المال العالمية على أصلها صندوق النقد الدولي الذي يوناير في كل مرة من أجل منح تونس قرضا لتجاوز محاتها الاقتصادية وبخلفية نوعا ما لا تطابع أو طعم مؤامرة ربما لتحريك أو للعبث بأشياء السياسية في تونس وإملاء بعض الأجندات التي لا تخدم الشعب التونس من قريب ولا من بعيد أستاذ عمار يعني هناك وجهة نظر في تونس تقول أن الرئيس تابون يعني والأخوة في الجزائر يعني يحملون تونس ما لا تحتمل بإقحامها في الصراع الجزائري المغربي من خلال هذه الاتهامات يعني هل هناك تجارب سابقة هل هناك أدلة لديكم في الجزائر تفيد أن النظام المغربي ممكن أن يكون ضالع في التآمر على تونس أو في الإساءة إلى تونس أو في تعفين أو توتير الأوضاع يعني هل هناك معطيات ملموسة في هذا المجال حتى لا يفهم من الحديث الجزائري أنه توظيف لتونس في صراع اللي هو الصراع التاريخي المعروف بين الجزائر والرباط بخصوص ملف الصحراء الغربية وبكل صراحة وبكل وضوح وهذا اللي طالبينه نعم المؤامرات التي نراها من وجهة نظرين وبكل موضوعية مؤامرات التي يحيكها نظام المفزن بعيدا عن الشعب المغربية نحن نقصد تمام القصد أن النظام المفزن المؤامرة قد حيكت على ربما توريط بعض الدول الدول في سياقات أو سياقات التطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاولة إقحام الكيان الصهيوني في المجموعة الإفريقية من خلال إدراج مقعد مراقب في الاتحاد الإفريقي ألا يمكن اعتبار هذا في حد ذاته مؤامرة على قرى الإفريقية نهيك عن مؤامرة الأخرى المتعلقة خاصة في العسكرية السوداء طالما كانت المملكة المغربية حديقة خلفية للجماعات المتطرفة وطالما مكث أمراء الجماعات الإرهابية التي كانت تعبث وكانت تعيثوا فسادا في الشأن الأمني في جزائر وكانت بما الجزائر السفك والأمراء مستقصرون في قصور ملكية في المغرب هذا بالنسبة للجزائر المغرب بالنسبة لتونس ما دخل تونس في ذلك حسب رأيكم نعم تونس تونس هو بالنسبة للعلاقات نحن كجزائريين وربما كمراقبين للعلاقات الجزائرية التونسية لا يمكن بأي حد من حوال أن نملي أجندات أو نملي أمور معينة على شقيقة تونس في اختيار مثالتها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التونسية تونس لديها رئيس منتخب شرعي منتخب بالنخلال صندوق وله صلاحي الدستورية في رسم وقيادة دفت السياسة الخارجية وليه حر في ذلك بعيدا عن كل تلك التجاذبات لا يمكن بحل من الإحوال اعتبار تلك الحدود المتعلقة بالعلاقة بين الجزائر والنفذ التاريخي كما قلت سحراء الغربية والمغرب ووجه معه ودمجه مع ربما حتى النشاط السياسة الخارجية التونسية فيما يتعلق هي حرة في من تستقبل ولا تستقبل الجزائر لا تبعي ولا يمكن أي بحل من الحوال وذلك من خلال صريح رسمي برئيس الجمهورية يعني في موراء القصة التحليل هل تعتبرون أن هناك تورط مغربي في إثارة الأوضاع داخل تونس؟ ليس مستبعد لماذا لأن حتى ربما حتى متابع للسجال الاستجال السياسي الدائر في تونس قطت تجاذبات حين مختلف القوى الفاعلة في المشهد السياسي التونسي بدأت حركيتها منذ استقبال زعيم جبهة كونيزاري إبراهيم غالي في قمة اليابان وإفريقيا التي تم عقدها في تونس وبالتالي ربما هنا نظرية مؤامرة مطروحة بشكل جيد وأنه ربما الجواب الذي تم استثمار هو الجبهة المتعلقة بالمجتمع المدني من مبصمات ومن أحزاب واضح أستاذ عمار سيغة الكاتب والبحث في العلوم السياسية كنت معنا مباشرة من العاصمة الجزائرية شكرا جزيلا لك شكرا شكرا رمضان كريم نجيبه الأستاذ زياد أصبحنا في مهب الريح المصالح دول وحسابات دول يعني نحب لفهم ما نعرفش بشكول نبدأ مقنع هذا الكلام في الجزائر مش كي أنه يتم إقحامنا بسيف يعني لويان اليد في قصة لا علاقة لنا بهذه قصة الصحرة الغربية اليوم هو واضح الموقف الجزائري هو واضح قال لك وفسل لك موقف الرئيس تبون يتهم المغرب حاب يدخل المغرب في الشكشوكة التونسية وقال لك هل حتى قراءة ردود أفعال لحزاب السياسية في الداخل وكذا قال لك تضاعفت وتغير نسقها بعد زيارة زعيم الجبهة الصحراوية الجبهة بوريزاريو إلى تونس ما مدى وجهة التحليل هدايا من جهة النجيب ومن جهة أخرى ولا يناشي أي حد عنده حسبة يحب يعديها على فوق ظهرنا نحن اليوم مبرهين هو 30 مارس يوم الأرض وتصريحات الرئيس قيس سعيد مليت لا كانت مناصر القضية الفلسطينية ومعادات الكين سيوني المغرب اللي هي جرتنا وفي عامل التطبيع مع الكين سيوني هذا يحقيقها موضوعية اليوم بمواقف الرئيس قيس سعيد من القضية الفلسطينية وملكين السيوني معانتها بالضرورة بالضرورة بشكون المغرب عندها موقف بالضرورة بشكون عندها موقف معانتها لأخوة الجزائريكي حلوا معانتها جوزة متحليلهم منطقي لأنه مغرب ماذا به بازي الدولة أخرى تطبع مع الكين سعود معتها ونمشي معك للأخير كان تطبعنا تطبع مع أسرائيل ما يصبح الناس صندوق النقد الدولي ما تتحلش المشكلة فجأة معك فما أزم معك فما نيران فكرة وصلت زياد تعليقك وعندي هاتف وانتي تحكي على صندوق النقد الدولي وتطرح في فرضية لو كان طبعنا مع أسرائيل حتى صندوق النقد الدولي تتحلل خزائن متاعه ما نعرفش هذا صحيح ولا غالب وتتحلل خزائن بدون أي شروط جدود في الحكاية هذه بشيكون معايا بعد قليل الأستاذ أرام بالحاجة الخبير الاقتصادي لأنه البارح كتب بحاجة لفتا تتعلق بتداعيات التأخير الحاصل في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي نسمع زياد لدي تعليقك على التدخل الجزائي قبل مناخل أستاذ أرام هو الحب نذكر بحاجة لوقت اللي يقع الانقلاب على الدستور في 25 جوليا أنه بدأت نواة أولى فنتي بتاع مقاومة ونحب نذكر أنه المقاومة هذه توسعت وشملت أطراف جزء منها هام في بدي كان مساند بصار 25 جوليا بعد سبتمبر 2021 وقت اللي تم إصدار الأمر عدد 117 اللي رئيس الدولة صادر به في كل السلطات بتاع الدولة ومنحل نفسه وجعل نفسه أمره هو فوق الدستور الزيارة بتاع زعيم جوهة القوليزاري وبني تونس جات في أوت 2022 يعني تحب تدخل أنت راه التصاعد الحركة الاحتجاجية جات بعد القوليزاري وأنا رأى أنه كلام فارغ ولا معنى له وبل بالعكس أنا رأى أنه هو استياد في المال عكر واستغلال الظرف الحالي في بني بتاع تونس لمزيد طوريتها في قضية نعتبرها جريمة في حق كل المغرب العربي الكبير لأنه الموقف الجزائر نعتبره مخزي من قضية الصحراء المغربية وتدخله في الشعر المغربي بني الداخلي وسعيه لتقسيم الدولة المغربية هو اللي عطل قطار التنمية وعطل في قطار النهضة في المنطقة في مكيمتاعنا وعطل كل المشاريع الوحدوية بين ضفرين فيها اللي تدمج المشاريع اللي تدمج الأرجطة الاقتصادية وتفتح الحدود تنتي الاخرية ولو احنا استفاد بهذا وذات لي معناها لا تدخل مع هذا لا مع هذا للأسف من اللي جاء قيس سعيد خرق هالقاعدة تنتي هذه وأغفل وأغفل أنه رهو إذا كان الجزائر جاء وسند المغرب رهو ظهره ويلزم يتذكر الرئيس قيس سعيد ومن لف لفه ولا ومن ولا اللي وقت اللي يقع الهجوم بتاع قفص عام 80 بتواطئ ما بين ليبيا والجزائر المدد والسند رأو جاء للمغرب دونك السياسة رأو والصحبات رأي مربوطة إني بالبصالح والدول العلاقتها يزبها تكون على الأقوة على التعاون على التواصل كذا لكن سيد المجلس رأي مربوطة إني بالبصالح متاعنا خاصة الاستراتيجية منها والمتعلقة بأمن القوم أرام بالحاج مساء الخير مباشرة على الهاتف أستاذ أرام هكتشوف الوضعية تتقاذفنا الوعود تنسيق إيطالي الجزائر لدعم تونس كيفه دعم الله أعلم والجميع يتحدث كلمة سر موجودة في كل التصريحات وبلغات تتوصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستفتح لكم الخزائن لا يوجد اتفاق لا توجد مساعدة تداعيات التأخير في الملف هذيشنية أستاذ أرام أولا أصبح الموضوع كأنه موضوع البيضة أو الدجاجة أشكولي رافض إمضاء الاتفاق صندوق وإلا نحن وفي ظل الوضعية المعزق هذيشنية الأفاق والإنهيار الوشيك فيش متمثل بها الضبط والإنهيار الوشيك اللي يحكيوا عليه الدول كل فيه متمثل شوف أنا ما نعتقدش ما نعتقدش الساعة ما نبدأ من الأخر ما نعتقدش بأنه فما نهيار وشيك ما تماشي نهيار وخاليني يقول على الأقل الشركاء خاصة الشركاء اللي قرأ بنا ما نتوارش فمنشي يحبوا على نهيار في تونس مشكل كبيرة برشا زي الشركاء نتعنا اللي قرأت منها أولو كيروس لاتحاد الأوروبي هذا من ناحية من ناحية أخرى الحقيقة اللهم الكبير فمنشي وعلنا أحنا أحنا نتحملوا مسؤولياتنا أحنا ما حضرناش برنامج جدي أحنا فمنشي حتى كقدمنا البرنامج أحسبنا للحصة الاتفاق وحتى بعض التطريحات اللي ما هم ما همش إن فارتي خلينا نقول جدا من الصريحات غير علنية ما كانتش فمنشي ما كانتش مسؤولة على ذاك صدوق النقض الدولي في تعتاش ديسمبر في الملف عند أتونس وقال فمنشي ما يجعل الملف إلا ما تستكمل ما تستكمل الشروط المسؤولية مسؤوليتنا أحنا بالدرجة الأولى مسؤولية كما قلت في إعداد البرنامج مسؤولية في اللوبيين جالي ما تارش بالطريقة المثلة بالدبلوماتية الاقتصادية اللي ما خدمتش معناتها خدمة كبيرة برشا ونحن الحساسية نتاع الملف تاع تونس لدى صندوق النقض الدولي تأخير كبير برشا الحقيقة راحنا نذكره في منشي معناتها الدكتراراتيان تاع السيدة وزيرة المالية في ديسمبر 2021 سنتوصل إلى اتفاق في غضون مارة 2022 وتبناك الميزانية كاملة تاع 2022 على ضرورة الحصول على اتفاق مع صندوق النقض الدولي هذا ما صارش إذن نستنعو فلو معناتها فلو أشك فواجي لديك راتش عاو بش نعمل وعاو بش بش بعد ولكن فينا الماء بعد عام كامل من مارس 2022 احنا في مارس 2023 ولم يتم برمجة ملف تونس أمام أنظار مجلس إدارة صندوق النقض الدولي وبرشا نازل الحقيقة وانت عليش اكتب تاني الحقيقة تدوير هذا هو هذا هو فهمنا بالضبط الناس كل خطر خطر ما عادش فهمين حتى شيء حالة الفزاعة التي تقراها في البلاغات من جهة ومن جهة الهنا يقول لك كما قلت أنت تعليق على بعض الأشخاص هذي يقول لك ما عفوا ما عايش اتفاق وانا عايش ينبس لا احنا الحقيقة فلنش لا نبس لا نبس حتى طرف وإذا كان ما زال بشيذي بالتأخير رأو بشنا ندخلو احنا دجا في موانع